ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفس من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واسفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم كل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو معسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليفود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليفود على شيء على شيء وهم يثلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يجقم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منام ساجد دعا الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئ ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرك والمغارب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسح عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل كل له قانتون بديح السماوات والأرض وإذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابأت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى أتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءكم بعد الذي جاءك من الحم لا لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يثلونه أقند لا وديه أولئك يؤمنون به ومن يغفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وادكوا يوما لا تجزي نفس عن نفسها شيئا ولا يقبلوا منها عدلا ولا تغفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بتلا إبراهيم ربه بكلماتها فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت ثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أومة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويسكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب من ملة إبراهيم إلا ما سفي نفسه ولقد استعفيناه في الدنيا وإنه في الآخرت لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما دعبدون من معدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسعاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبت لا ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هدى أو نصارا تهتدوا قل بل من لدى إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما منزل إلينا وما منزل إلها إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسعاق ويعقوب والأسبات وما أودي أبوسى وعيسى وما أودي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمر ما آمنتم به فقد اتدوا وإن دولوا فإنما هم في شقاق فسيقفيكهم الله وهو السميع العليم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابدون كل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولدى أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له محرصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسعاق ويعقوب والأسبات كانوا فوتا أو نصارا كل أأنتم أعلم أم الله ومن أعظم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن قم الله بغافل عما دعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسعلون عن ما كانوا يعملون